يترأس محافظة البنك المركزي حسن عبدالله الجلسة العامة لمجلسي محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في أول إنعقاد لها بعد ثلاث سنوات من التوقف بسبب تدعيات تفشي فيروس كورونا الجلسة العامة تأتي ضمن الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من بين العاشر حتى السادس عشر من أكتوبر الجاري ويشارك بالجلسة التي يرأسها محافظة البنك المركزي رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس والمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستيلينا جورجيفا وبحضور ما يزيد عن ثلاثة ألاف مسؤول يمثلون 189 دولة من محافظة البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية والتخطيط والطاقة وبرلمانيين وكبار المسؤولين من القطاع الخاص وممثل منظمات المجتمع المدني وكبار الخبراء الاقتصاديين بالعالم وتشارك مصر بقوات خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي والذي يأتي إنعكاسا لدورها المحوري والرئيسي بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ومساهمتها الفاعلة في كافة جهود الدولية الرامية لتعزيز الأمن والسلم العالمي كما حظيت مصر بإشادات عديدة من كبار المسؤولين المشاركين في اجتماعات الخريف هذا العام خاصة تلك المتعلقة بإدارة السياسة النقدية ومكافحة التضخم وتدبير الحماية الاجتماعية وجهود مكافحة تغير المناخ ترجمة نانسي قنقر